مع دكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي لرجال اليد بعد فوزه في المباراة الأولى على نادي مودور السعودي والاتجاه والاستعداد للقاء بن فيكا البرتغالي واحد من أقوى الفرق في أوروبا دكتور محمد زيح حضرتك فندم وألف مبروك طبعا الفوز في المباراة الأولى وإن شاء الله ربنا يكرمنا في المباراة الثانية على الرغم من صعوبتها الشديدة جدا قريبا كابتن إسلام تحياتي إيك وتحياتي لكل أستاذ المشاهدين والقناة النادي ربنا نخليك يا دكتور أنا عارف أن حضرتك عندك أخبار حلوة أنا لسه كنت أقول للجمهور يعني زي ما بنتكلم عن العدالة التحكمية مبارح أن يجب أن يكون الدوري استنادي في عدالة تحكمية الحمد لله الأمور النهاردة في العدالة التحكمية في كرة القدم جيدة جدا كنا برضو نتكلم عن العدالة الجماهيرية وأن يجب أن يكون هناك تساوي في عدد الجماهير في كل الملاعب المصرية فأنا قلت حتى يعني أنا استشهدت قلت لما نحب نجيب مثلا في السلة لو عايزين نجيب عشر تلاف متفرج في الكويت عشر تلاف متفرج جم النهاردة أريد كلام الكابتن أو الدكتور محمد سراج لما كان بيتكلم وقال أنه هو اتفق مع اللجنة المنظمة على أن يكون جمهور النادي الأهلي متواجد في ساعة جماهيرية كاملة فبالتالي جمهور النادي الأهلي في كل مكان وجمهور النادي الأهلي دايما بيقف وراء ندي دكتور مزبوطة يا كابتن الإسلام مزبوط وأنا طبعا بحاجة بطيق على كلامك يعني افتحت ملف مهمه وأكيد بتتكلم فيه بقوة كعادتك يعني الملف ده طبعا خط بعدالة التحكمية طبعا دي حاجة أكيد بكلنا بنرغف فيها ونتمنيها والأهم من كده الاستمرادية بالزبط أمانا إن شاء الله أني بسيء استمرادية فيها يعني في ضوابط محضوطة تخذ الكورة شغال على الملف التحكم بيطور منه دي كلها أمور طيبة لكن نتمنى فيها الاستمرارية يعني ودي نحط عليها أميقات ما يبقاش مقشقة أو مقش يعني النادي الأهلي يا مطالب والأسف يتهاجم يعني احنا بنطلب في البيانات كتير إن يكون فيه عدلة في التحكم يكون فيه تطوير للتحكم بتعليد الصالح كورا مصرية يعني مزبوط مزبوط صالح جميع الاندي على فكرة يبقى عندك منظومة تحكمية قوية دايما أنت بتنافس على البطولة كل سنة وبتنافس على أنك تكون البطل وتحفظ عن مكانك فيه فرق برضو بتطرق الهبوط وبتنافس اللي هينت الدرجة تانية واللي هايه بضبوط بعض الصور والفيديوهات نعم للمباريات النهاردة صور مباريات نادي يعني طبعا أنت بعتها على أونلاين يعني كلا تركت عليها على الموبايل يعني عدد نعم ومباريات النادي الأهلي يعني بمهور ما كانش متساوي مع مباريات أخرى وده برضو أمر غريب يعني صراحة بالمثالي هنعتبره أمر غير مقصود يا دكتور يعني لأنه احنا قلنا هنبدأ استنادي بشكل جيد وبالتالي لما جئنا نتكلم عن التحكيم مباريح النهاردة هو بنطلع تخيل حضرتك أن احنا النهاردة بنطلع نشيد أو أنا يعني بطلع شيد بكابتن محمد عادل أنه هو قدم مباريات يده ليه؟ لأنه بالفعل الرجل قدم مباريات يده ممكن الدكتور محمد ما يبقاش شايفه طرد مثلا يعني فأنا بقول أنه طالما فيه عدالة هنطلع نتكلم ونقول يا جماعة لعدالة كويسة وبالتالي من الممكن أن يكون ما يحدث في قصة الجمهور دي خطأ غير مقصود نتمنى أن يتم إصلاحه من الجولة التانية يا دكتور هو أنا طبعا أن يتم إصلاحه لأنه هو كان ظاهر من نهاية مباريات الجوري المسلم الماضي يعني أول مرة يظهر فكون أن أنت تبدأ برضو البداية دي زي نهاية الدوري المسلم الماضي أعطاك هذا أمر إحنا مش هنقضر باستمرار فأكيد هيكون لي واقفة وهيكون لي كلام لكن طبعا حضور الجمهور إحنا ما بنقولش أنه جمهورنا يحضر أكثر من أي مباراة تانية أو من أي فئة بالعكس زي الحركة تقول بالضبط على سبيل الإسلام العدالة في كل شيء العدالة التحكمية اللي على كل الفرقة هي متفاوية وإحنا أول ناس هتشيد زي ما هجمنا إحنا أول ناس هتشيد هدفنا أن نصل إلى جودة عالية نعم دور المصري سواء في التحكيم سواء في النقل التلفزيوني والبس سواء في تسويق المنتج سواء في حضور الجمهور اللي هو أهم ركن بقى في الأركان دي كل بها هو أحلى حاجة بصراحة في الموضوع عشان كده حضرتك كنت بتسعى يعني بقى لك من مبارح أو من بعد نهاية المباراة السابقة لغاية النهاردة حضرتك بتسعى لحاجة والحمد لله أن هي حصلت بالضبط الحمد لله أكبر من الإسلام يعني والله هو أنا بقى يعني بصرده بأستغل الفرقة بنا أنا أن أشكر الناس هنا يعني سواء اللجنة المنظمة ضي البطولة الحقيقة والاتحاد السوودي هنا لكل تبيهد ووزارة الرياضة هنا المسؤولين نسكن وكلما في الاحترام والتعاون مع النجر بالصراحة من أول يوم هنا فيه بتسدلل أي معوقات أو أي طعاب معنا من أسكنت يعني أكتر من متعاونة إحنا كان يعني محطوط لنا بس 500 تذكرة في الأول على أساس أنه الفرقة الديو فلها وإحنا ستلعب مع فرستيل ومضر والخليج دول هما من السعودية دائما جيت نفسه على الدول والمدينة بتاعتهم الزمام وده الصلاة اللي بدعبوا عليها دائما فجمهورهم بيحضر بالكثافة بيملق الملعب آه فالحمد الله إحنا مبارح مكشنا كان متساوي يعني كنا أخذين نصف الملعب مع الفريق الصديف وبرضو بكرة نصف القصة كان عندنا ألف يعني مصرح لنا ألف بس الكلام ده طبعا كان معمول من بدري لألف اضطرح وخلصه وليه عملوا ألف يعني من ساعة أربعة ألاف متفرج لأنه الفريق اللي يلعب ورانا يعني التذكر هناك في الإسلام المباراة بتبقى التذكر اليوم اللي واحد كله أوكي تكمل المطشات كلها بالضبط يا طالع واحدة بتتبع علينا مبارات كلها فأنت اللي بيحكي في التذكرة يعني بيحكيزها لليوم كلك بيحكيزها المطش واحد نعم فأحنا كان ورانا فريق الخليج اللي هو برضو شعباته كبيرة جدا هنا في الياد كان عندهم مارش النهاردة وكانت صالة مليئة بكرة عندهم مباراة برضو بعد هنا مباشرة وحاجبين 3000 مقعد تقريبا وحطين للنادي الآليال فالحمد لله قدرنا يعني بالتنصيق مع الاتحاد الدولي ولدنا المنظمة والوزارة الرياضة هنا والفريق برضو الخليج اللي نشكره يعني على التعاون نتم يعني نصل للمباراتين عن بعض يعني نتم طرح ساعة هنا كاملة ساعة هنا كاملة على التعاون مننا ان احنا نخليل الأستاذ والصالة قبل مباراتهم معلاتهم يعني بعد مباراتنا مباشرة تانية تمام يتوقعوا أمة يتوقعوا وتم الاستجابة لكل هذه الأمور اه يعني استجابة وتانية وطول ما هو ده اللي بقوله يعني بفي تنسيق بين كل الأطراف وكل الجهاد النتيجة في الاخر هتبقى إيجابية للجميع ده اللي هتمنى برضو ان هو يحصل في دور المصر مزبوط وده بيودينا برضو الالتزام جمهوري نادي الأهل الحقيقة سواء جوة مصر أو حتى برى مصر في السعودية زي ما احنا شايفين ده يشجع أي لجنة منظمة أن هي تزيد العدد وتوافق على تواجد نادي الأهل اللي حيبقى أو اللي بينجح أي بطولة دكتور محمد والله كابتل الإسلام يعني مش مجملة في الجمهور النادي الأهل هنا لكن أنا طلقت إشارات واسعة جدا جدا من كميع المسؤولين السعوديين والأجانب والفرق الأخرى بشكل جمهور الأهل والفرق والتشجيع ويعني حاجة فرحت الناس كلها حتى يعني الفريق اللي حاكونا باللعب بالعكس ده إضافة يعني إضافة وهو جمهور ده واحد أي بطولة أتمنى أن هنا برضو يعني إحنا الأصل في مصر طبعا طبعا فإحنا يعني أتمنى أن ده يحدث هيحصل إن شاء الله دكتور محمد طب مننا على الفريق وأنا عارف أن فيه جلسات وصلوهم أن كل جمهور النادي الأهلي هنا في مصر واقف معاهم وكلنا واقفين معاهم آه لا لا الحمد لله يعني دي حاجة مفتوغ منها طبعا طيب ممكن تطمننا على المباراة القادمة مباراة بن فيكة وأهم الاستعدادات لهذه المباراة فريق قوي تاني تاني اللي يجي هناك يعتبر فريق من الفرق الأقوية في أوروبا آه لا هم طبعا فرق قوية وعشان كده زي بقول أحباد كانت بعيبة عندنا يعني استعدادين لها نفسيا وفنيا بشكل كبير يعني الحمد لله بنتكلم معهم زي محرك قلت دايما يعني في النواحي طبعا أنا متبتكلم في النواحي الفني معهم طبعا معنا المدير الفني وطبعا كابتن أحمد سالم ومعكابتن محمد إبراهيم والاثنين على قدر كبير من الكفاءة والاثنين الحقيقة يعني متين دفع فني جدا جدا للعبين نعم لكن أتكلم معهم في الأمور النفسية يعني بعض الأمور النفسية معهم في طريقة يعني حقهم بقى عصابهم في المغاريات عدم الرؤونة وبعد اللغطات في الثقة أكثر لأن إمكانياتهم أكبر كتير من النتاج اللي بعملوها يعني هم عندهم إمكانيات فنية ومواهب كبيرة في الفرقة يعني تستاهل نتاج أفضل من كده بس هي عايبة بعض الثبات اللي بس وبعض الثقة وكده اللي هي تخليهم يبدأوا فإن شاء الله بإذن الله يعني شايفه هنا كمان بالدعم الجمائير نعم ففرقة كبيرة طبعا في الإستام يعني ماتش مش هدفها لأبدا بكرة يعني مباراة صعبة لكن احنا كلنا ثقة طبعا في رجالتنا وفي فريقنا وفي جمهورنا إن إن شاء الله فريق بطل الدولي الأوروبي يعني أكبر فرقة في أوروبا فريق لكن إن شاء الله احنا برضو فرقة جيلة وفرقة قوية ومصر يعني بكل بلاد بشكل عام من التوب الصيف يعني فإن شاء الله يبقى منافسة قوية بكرة في المصر يا رب إن شاء الله يعني أنا مش حاجز أطول على حضرتك أنا عارف إن كان يوم أكتويل لغاية لما وصلت لكل هذه الإنجازات وكل هذه الأمور فأنا بشكرك جدا لدكتور محمد على وجودك معنا دكتور محمد صراج عدو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة رجال اليد ربعثة النادي الأهلي لرجال اليد في السوبر جلوب اللي بتقام في السعودية شكرا أيضا لكل أهلنا في السعودية كل الشكر لوزارة الشباب في السعودية كل الشكر للاتحاد السعودي لكرة اليد لحقيقة على هذه الإنجاز الكبير الحقيقة أو هذا الإنجاز الكبير بوجود هذه البطولة على الأراضي السعودية حاجة محترمة جدا وقمة الهرم في كرة اليد أن يكون هذه البطولة في الأراضي السعودية فشكرا جزيلا لكل أهلنا في السعودية على هذا التنظيم الرائع وشكرا على الاستجابة لكل هذه الأمور